السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الخميس 22 شباط فبراير طبعا اليوم القمر استقر في برج الأسد ورح يظل موجود في برج الأسد حتى تمام الساعة وحده 37 دقيقة من فجر يوم السبت لينتقل القمر بعديها لبرج العذراء القمر الآن موجود في منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 6 و39 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم الخميس لينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح القمر بما أنه موجود في برج الأسد معناته التأثير العام على جميع الأبراج أنه في خلال هذا اليوم الناس من حولنا ما يعني بكونوا أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا يبين صب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع الحبيب يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح وتعزيز العلاقة مع أحبانا وأبنانا ويمكننا أن نقترض المال من استثمر ومنشتري المجوهرات الثمينة ومنكون جريئين ومنرتدي الملابس الأنيقة ومنهتم بمظهرنا الخارجي اللي بيلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التقاول سلبية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينيتش أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبتكون لنا بعض الرغبات اللي ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية راقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تئذوا فيها الآخرين دون أن تشعروا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة واثنعشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمينكون بحاجة إلى الهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب بتجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء وبتزيد من خيالنا وبتدفعنا لأقصى الحدود السلبي بتسببنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم وأن نخلد للراحة هذا التحول مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الزهرة وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 7 و14 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتجعل البعض أو بتجعل التفاهم مع البعض أو مع من حولنا صعب أكثر المتضررين طبعا هم المتزوجون لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبية تدفعنا للطيش والإفراط وهذا التحول غير مناسب للعلاقات الحب ولتوقيع العقود أما بالنسبة طبعا لا أمور أخرى فهي بالدل على ازدياد أعمال العنف والعدوان خصوصا ضد النساء وزيادة حوادث الاغتصاب والفضائح الجنسية والخيانات الزوجية مبيعان الفنانون والمطربون من عدة صعوبات في تسويق أعمالهم الفنية وهي فترة غير مناسبة للاستثمارات المالية وطرح منتوجات جديدة للأسواق أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة 9.39 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق بوعود غير واضحة أو ممكن نقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متيقضين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عمليات جراحية لهاي الأعضاء تحديدا القلب، الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري والظهر والجانبان طبعا باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء عمليات جراحية ولكن أنا لأنه بلشت مراحل اكتمال القمر فبهاي الفترة يعني بقول أنا إذا كانت العمليات اضطرارية مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزايد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي طبعا القمر بما أنه موجود في برج الأسد خلو المسار القادم بيبدأ الساعة 84 دقيقة من صباح يوم الجمعة بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى الساعة 31 دقيقة فجرا من فجر يوم السبت لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج العذرة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 13 يوم في تمام ساعة 31 و37 دقيقة بعد الظهر بصير 14 يوم نسبة الإضاءة 98% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 سعيد بالنسبة 15% القمر في الأسد حتى يوم 24 اثنين منتحس بنسبة 60% الآن في ساعة الظهر منتحس بنسبة 90% عطارة في الدلو حتى يوم 23 اثنين منتحس بنسبة 15% الآن في ساعة العصر منتحس بنسبة 25% الظهرة في الدلو حتى يوم 11 ثلاثة منتحس بنسبة 50% المريخ في الدلو حتى يوم 22 ثلاثة منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 ستة بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم فترة مثمرة إيجابية بتستعيد شراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهمش أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسأل شخصية أو مصاريف إضافية بالنسبة لما أوليد برج الجوزاء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة تفسر من خلالها مشاعرك أو تبرر مواقفك وبتنشطه بالتنقلات والاتصالات برج السرطان بالنسبة لما أوليد برج السرطان طبعاً ثم فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالجوا استحقاق مالي أهم مش إنه ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل تطمئن خواطركم نوعاً ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شي تتفاعلوا برج الأسد بالنسبة لما أوليد برج الأسد بتبدأ اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي فيه انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة وواقعية الأمور تشتد عزيمتكم ترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حاذروا من البدء بأي جديد لا تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهودك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة اطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة بدوركم في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهمش أنك ما تبقى وحيد وأخرج للقاء الناس برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب يتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية وتعتبر هاي الفترة شوي فيها صعوبة بالنسبة لموليد برج القاوس بتنشطوه في السفر والاتصالات البعيدة وممكن تشاركوه في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ابتلتقي بوجوه وأرى وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك عزز العلاقات الاجتماعية والعائلية فالفترة هاي مثمرة على جميع الأصعدة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهها ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلافات والزعل بل سارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبط وممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بترغب في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شنك ما تنفعله حول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذاكم وراحتكم لا تسمحوا للواجبات بالتزام ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن الإدارة اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قصد من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه